اشتركوا في القناة ولا تقطع والد صرق من مال والدي لأنه لحق في المال ولا تقطع يد امرأة صرقت من مال زوجها ولا زوج صرق من مال زوجته ولا يقطع يد شريك صرق من مال شريكه ولا يقطع يد سارق اضطر إلى السرقة في مجاعة فكها يموت من القوة بيأكل لا تقطع يده وعاش كاسدنا عمر في عام الرمادة يعني ما قطع يد السارق الذي كان يسرق ليأكل حتى لا يموت ولا بد المال يكون ربع دينار فصاعد ولا بد المال يكون محرز يعني مأفول عليه إن مش مال كده سايب يعني لما تستبع الضوابط التي وضعتها الشريعة في تطبيق كل حد ليه أصلا تطبيق الحدود فين وفين لأن الشريعة وضعت عراقيل وعقبات وضوابط تجعل اللي يعني يقع فيها يستحق فعلا الحد وزيادة يستحق الحد فقط لأن هذا عدل الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة